هذا ونشرت الدائرة العالمية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد متضمناً ثماني فقرات وبرئاسة أكبر الأعضاء الفائزين سنة وأشار الجدول إلى أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة الحادي عشرة من صباح يوم غد الأحد ذاكراً المراسيم كافة من ضمنها أداء أول يمين الدستورية للنواب الجدد وفتح باب الترشيح لرئيس مجلس النواب ونائبه